أعلن جيش الاحتلال الصهيوني العثور على جثة جندي قتل طعنا قرب مستوطنة عطسيون جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال أفخاي أدرعي في بيان له إنه عثر صباح الخميس على جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاما والذي كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده للجيش الإسرائيلي في مسار خاص للمتدينين وذلك في منطقة عطسيون وأضاف أدرعي أن التقديرات تشير إلى أن الجندية قتل في حادث على خلفية قومية حيث تم العثور على إشارات الطعن على جثته وأوضح أن جيش الاحتلال بدأ في أعمال تمشيط واسعة النطاق للعثور على المنفذين وفي تطور آخر اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وذلك بعد يوم من مطالبات ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم بإغلاق المسجد في وجه المصلين المسلمين أول أيام عيد الأطحى لإحياء ما يعرف بذكرى خراب الهيكل وقال في رأس الدبس مسؤول قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح صحفي إن 268 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد وتسمح شرطة الاحتلال منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام الأقصى من خلال باب المغاربة وتطالب دائرة المعارف الإسلامية في القدس التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى بوقف الاقتحامات ولكن شرطة الاحتلال الإسرائيلي لم تستجب لهذا الطلب